ومن أبرز أقوله يقول الانتفاضة فن وكما كل الفنون فهي لها قوانينها الخاصة طبعا كانوا أحد من أبرز الثوريين كما تبعتوا في هذا التقرير من بورتريه في تاريخ روسيا واللي حاربوا لتحرير الطبقة العاملة من ظلم النظام الملكي المسيطر وكانت ثورة أكتوبر لقادها تروتسكي مثال نجح لمفهوم الثورة ونضال الطبقة العاملة ضد الملكية والبرجوازية على كل الآن إلى موضوع آخر موضوع مهم سنتحدث الآن عن المراف الرياضة اليوم بش نتحدث مع مداربة أكاديمية مراقبة مباريات وعضو اللجنة النسائية في الاتحاد اللبناني لكرة القدم ومحاضرة في المجال الرياضي والمهارات الحياتية ومسؤولة النشاطات في المنتدى الدولي للشباب مراكز وخبرات عديدة وصلت إليها بشغف وعزيمة على الرغم من الصعوبات زينب طلالة الحلبي هي ضيفتنا اليوم لتحديثنا عن المرأة في الرياضة بين النجاحات والتحديات صباح الخير زينب صباح نور كيف الحال؟ كيف حك الحمد لله حمد لله يعني ما شاء الله ونقرأه أنه أكثر من مهمة كانت عندك وأكثر من مركز مهم جدا خاصة في هذا المجال إذن بداية كل هذه المراكز الرياضية اللي وصلت لها والنجاحات اللي حققتها كيف كانت البداية في عالم الرياضة إلى سيدة في وطننا العربي لأنه دائما تختلف عن المجال صحيح خاص فيك لشعوريا بتلاقي محيطة كلية وصار رياضة لأنه أنا اختصاصي رياضة كانت مثل ما قتلك هواية حب اندفاع وصلني لمحالات كثيرة بفتخر فيها أني وصلت لليوم طبعا ما في شك أنه كلياته بيكون بده قوة ومسابرة لأنه دائما كسيدة إذا بنرجع على نفس الموضوع بتلاقي عرائيل ما بتساعدك ولا بتدعمك ولا بتشجعك أنه خصوصي المجال اللي أنا مختص فيه زكوري إذا بدك نوعا ما ولكن الحمد لله مع المسابرة والحب لهذا المجال أنا بحس أنه لا فينا نكمل بكل شيء بدنا جميل أحلو الشغف ديما مهم في كل هذا سنتحدث على الألقاب تحصلت على عدد كبير من الألقاب منها لقب أقوى إمرأة في العالم العربي صحيح كمان كانت يعني من الصدف تعرفت على اتحاد رياضة تقليدية الشعبية وكان إذا بدك الألعاب هي أكتر بتعتمد على القوة البدنية والمختلف بالموضوع أنه دائما كمان برجع على موضوع أنه ألعاب زكورية لأنه بتعتمد على القوة البدنية هل هو اللقب صراحة لصبيه هي زميلتي اسمها سيهم أصير ولكن بتعرف فيه مرات أوزان في فئات مختلفة على وزني أنا حصلت على المركز الأول اللعبة قريبة إذا بتكون للكروس فت متمأت لك بتعتمد على الأوزان التقيلة والحمد لله أنا يعني برعت فيها لأنه كمان بحبها إلى المجال وكنت مسابرة على الرياضة رغم أنه اللي بتميز فيه أنه أنا عندي زيادة وزن عادة بيكون الأشخاص بيكونوا فت أكتر أنا برأيي دايماً الأشياء اللي بكسرها النمطية أنه أنا لأ عندي وزن زيادة مصبت أنا إنسان رياضي وبقدر حقق الأهداف اللي بد إياها 100% طيب الرياضة من ونتي صغيرة تمارس الرياضة تمارست مختلف أنواع رياضات عدد كبير منها ما هي أكثر رياضة تحبك؟ بدايتي أنا بحب كنت الكيكي بوكسينج بلجت دفاع عن النفس ملاكمة بعدين اتطورت كنت عم ببرم على فريق كرة قدم للسيدات دايماً كان هدفي أنه ببرم على نوع الرياضة اللي بيقولون لا ما فيك تلعبية ما فيك تمارسية ما فيك تعملي فأكلمة ما فيك أنا حبيت شيلة من قاموس الفتيات فبالنهاية وجدت بمنطقتي ترابلوس فريق سيدات وكانت البداية صراحة منه وطورت من خلالها بدورات الاتحاد اللي بني كان عم يدعمنا بطريقة كتير جميلة وصراحة يعني فوق العشر سنين أنا معهم والحمد لله هذا الشيء في سنة اليوم تجربة طيب من متبارية إلى حكم ومراقب مباراية هذه أيضاً يعني مهمة جداً في عالم كرة القدم كيف وصلت إلى هذه الخبرات خاصةً وأنه نعرف خاصةً التحكيم أو مراقبة المباراية مع أنه مؤخراً بدينا نسمع بوجود أكثر من حكم سيدة حتى في مباراية كرة القدم للرجال ولكن دائماً الأكثر في أوروبا بدينا بعض الشيء نسمع في دولنا العربية ولكن في أوروبا أكيد اشتياح كامل لو حتى على كرة القدم النسائية في أوروبا أصبحت عندها حتى كمتابعين ومشجعين ومستثمرين ومستشهرين يعني بأرقام خيالية ولكن دائماً في عالمنا العربي مزلنا بعادة عن متابعة كرة القدم النسائية وأنه يلتجوا بعض السيدات إلى التحكيم وأنه يكونوا مراقبة المباراية صحيح مثل ما قلت لك أنا كانت القصة بس تبدأ بالخطوة الأولى أنا كانت تكسر هيدا الشيء ولما الاتحاد بليه أنه فيه أشخاص شغوفين وعاملين يعني نحنا كنا متطوعين دايماً على الأرض فأثبتنا وجودنا كسيدات كفتيات منحب هذه الرياضة يعني فتحت لنا فرص وشجعنا أشخاص غيرنا أنه لا فيه وجود للسيدات من خلال دورات طبعاً تدريبية لما صاروا يشوفوا أنه فيه عدد السيدات عم بيزيد وفيه إقبال على كرة القدم وفيه عدة فرق من عدة مناطق هذا الشيء نحنا خلينا يتطور بالمناطق بتبعيتنا هلأ أنا قررت فوت كحكم ولكن الظروف مساعدت لي كان عندي إصابة من الكيك بوكسينج ولكن من بعد قالوا لي أنه زينب كاركتيرك بيبقى له تكون مرائبة وطبعاً ما في مرائبة في لبنان كنت الأولى على كل الحمد لله وصلت لكل الدرجات وكل فئة العمرية وكمان هي خطوة يعني هي بس أنك أنت تكون جريئة زيادة أنك تكون عندك الصفات المناسبة الجرئة تحافظ على القوانين وتحفظها وتعرف النظام وكل شيء بيصير هيا يعني بيمشي ولكن أكتر حاجة كنت منا في كرة القدم أنه تكون لعبة أو حكمة أو مرائبة أنا صراحة مدربة إذا بدك بهذه الحالة أنا مدربة لأنه هي يعني بتصير مثل دورات على سعيد السنين تقطع فيها خبرات أنت بتحب تتطور فيها لأنه أنا بنظري الرياضة مش مجال واحد ولأنك تبرع بالمكان اللي أنت فيه لازم تكون ملم فكلما كانت السقافة عندك أعلى كلما كانت أنت عندك هالكمية من المعلومات كلما أنت بتنجح وتتميز بمكانك فمبزن أنا إذا كنت بمطرح واحد على مستوى صغير رح أوصل على المستويات كلية اللي أنا موجودة فيها ودايما كان أنه زينا بأنت حاملة مية بطيخة بإيدك ليش عندك كل هالألقاب كل هالزوايا أنا برأيي الشخص طالما هو قادر وصحته جيدة تسمح له ما يمترع عنه يمارس أي شيء يحبه طيب أنه تتمنى أن تواصل فيه تجربة التدريب لما لين أنه تكون يعني منعرش على سعيد دولي طبعا أكيد لأنه أنا هيدا صراحة طموحي والشي اللي عم حضر له إن شاء الله لأنه صار بدولنا العربية يعني إحنا شاركنا بعدة بطولات طبعا منتخبنا حاليا عم بيحضر كمان عنده معسكر وبدوا يشارك ببطولة السيدات بالأردن إن شاء الله فما في شي بيمنع هي بس قصة وقت ويعني فرص بتصير إن شاء الله نتمنى كل التوفيق نحنا أكيد بالنسبة إلى المرأة في عالم الرياضة وأعتقدوا أنه هذا الموضوع يعني بقى عنا نوعا ما في دولنا العربية على رغم ما اللي تحدثت عليه وأعتقدوا أنه أنت زينا يمكن حتى بالنسبة للناس اللي تسمعك اليوم تجربة أو مثال يحتذى به يمكن العديد من السيدات اللي تعتبروا أنه هذا المجال مازال صعيب أنه يكونوا موجودين فيه السيدات وينافسوا فيه الرجال نوعا ما ولكن العالم تغير الآن لو ناخذ مقارنة مثلا كأس العالم للسيدات في دورتها الماضية خاصة في كرة القدم يعني كانت من أنجح كؤوس العالم على كل الأصعيدة مباراة لخرة في نهاية تشامبينز ليغ أوروبا السنة الماضية بين برشلونة ومانشستر ينايت على كل المهم بعد فوز برشلونة أنه أيضا كانت يمكن أول مرة يكون الملعب فيه عدد الجماهير برقم قياسي كأنك بمباراة رجال نهاي كأس أوروبا أيضا بفوز إنجلترا كان حقق نجاحات كبيرة في أوروبا بدينا نسمع عن هذه النجاحات نحن في أوطن العربي شوي شوي نوعا ما يمكن حتى هناك عدد كبير من السيدات عندهم غرام بكرة القدم ولكن ما زال المجتمع يحدهم أنا صراحة برأيي الشخصية الضجة بتصير أو الصورة بتوضح أكتر عند الأشخاص حسب الإعلان قد يضوي عليها إعلامنا وإعلاننا قد يكون عم يضوي قد يكون الشهرة موجودة مثل ما حضرتك حكيت أكيد بيوروب لأنه الإعلام أكتر عم يشدد عليهم عم يبينه كمان هذا ما بي منعين إحنا عنا كتير بطولات عنا كتير نشاطات عنا دايما مشاركات ولكن إذا بدك خجول شوي الإضاءة عليهم كلما صار في دعم أكتر كلما رح تشوفوا عن جد نجاحات لأنه عنا أشخاص كتير موهوبين بعدها كمان مشاركة في السيدات نوعا ما خجولة ولكن بظن كوني أنا موجودة وعم نجرب نشتغل على تطور الموضوع وكونوا في عنا لجنة نسائية وفي عنا برامج تسعى لتطوير هذه الرياضات ما دائما أتلك قصة قصة توقيت مش أكتر إن شاء الله هذا اللي نتمنيوها نحن على كل نتمنيو لأنه متأكدين وأنه لو وصلت منتخبتنا العربية للسيدات يمكن بالخبرات اللي موجودة وبالموهبة اللي موجودة عن عدد كبير من السيدات أكيد وأنه سنحصد ألقاب عديدة هذا مما نشك فيه لأنه نعرف من بعض الأصدقاء أنا في تونس عندي وحتى في منتخب تونس للسيدات بالفعل موهبة رائعة نتمنيو لهم كل التوفيق طيب أنت تمثل المرأة في مناسبات رياضية لجن اتحادات ومناسبات أيضا رياضية عربية كل هذه المناسبات كل هذه المؤتمرات اللقاءات أيضا قد تساعد أكثر في تعزيز الوعي بأهمية المرأة في الرياضة في علمنا عالم أكيد مثل ما قلت لك الموضوع ببالة الشخصية لحتى أنت تكون قد عم تنشر هذه السقافة بمجتمعك ومحيطك شخصيا وينما جربت إن وجد بجارب حتى تكون عم بجذب البنات معنا يعني شوية قوات بريز أنت متطرفة للعنصر النسائي معادي عم نشوف الصبيان حواليك فأنا قد ما فيني بدي أفتح هذا المجال ساعدهم نكون عم نقدر أكتر نقوى ببعض لأن الرياضة بالنهاية بتعتمد على الأخلاق وبتعتمد على بناء المجتمع إذا ما كانت هذه رسالة فأنا ما عم بعمل شي فبرأيي هذا أهم أهم فكرة بالإنجازات اللي عم نعملها طيب بالنسبة لك إنتي أيضا تحديات صعيبة على صعيد شخصي تحديات إذا بدك بنرجع على أرض الملعب إنه فينا نحكي كمان إذا بدك على الشكل الخارجي محجبة إذا بدك قبل كان أنا عندي بعض وزن زايد إنه من بيني رياضية شو بدك بهالألعاب اللي كلها خشونة برأيي هذا الشي يعتمد على الأدرات اللي عندك إياها وكاركتيرك أنت أنا موجودة الموضوع بيني وبينك على أنا المستوى للقدرات اللي عندي والخبرات مش إذا أنا أنسى أو أنت ذكر أدي أنت فعال فمع الوقت لما صاروا يشوفوا النتيجة اللي أنا عم بعمله على الأرض ما عادوا يطلعوا إنه آه زينب بنت لا صار فيه شخص اسمه مراقب مباراة موجود على أرض الملعب أنا بدي أحترم الأوانين لأنه هذا دوره هذا واجبه بدي أيضاً لما كنت فتح الملعب إنه آه حجة شو عم تعملي شو ليش بدنا رد عليك إنه لو سمحتي إنه عادي عجرب أنا بعرف واجباتي بعرف مهماتي بس بمطارح بمواقف بتصير الاحترام هو سيد الموقف فبس تفرض شخصيتك معت في مزيح طيب زينب عندك لقبة عايتولك بيعتقد زوية 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 ما بحب الدلع يعني ما بحب زوزو ما بحب زينة فأنا زينب نوعاً ما إذا بدك تدلعب يعتبره مقتصر على العائلة فبرلمت على اسم يشبهني البقلي طلع معناه إذا بدك هو أكثر يستخدم اسم روسي ومعناته الحياة في تعارف أخرى لأنه محاربة قوية فكل هذه الصفات اللي أنا بحسها بتشبهني لقيت الاسم مناسب فصاروا بيعطولي زوية أسمك زينب ما بنعرف إنه نفكرين عن جد زوية فحلونا وعمال واحد يكون عنده لشخصة طيب مع نشاطاتك اليومية اللي تكون موجودة من لعب تدريب بالإضافة إلى يعني مراقبة المباريات كيفيش يكون نهارك زينب معناه بكل هالنشاطات يعني كأنه نهارك يبدأ سباح بكري جدا ويوفى بساعة متأخرة جدا حتى أوقات أعطال معنا يعني نحنا بيكون بالويك أند لأنه في مباريات لأنه في تدريبات جملت دائما أنه ما عندي وقت زينب بدنا نشوفك جربوا مثلا أنا نهار كذا ممكن ممكن يكون عندي وقت يعني حياتنا دائما أكتف وما عندك هذا الوقت الفراغ اللي تقدر تتحكم فيه يعني حتى صرت أنا بس أعرف أنه عندي فراغ بقول أنه لا بدي شيء ملي ما قادر يعني موجود عدد كبير من النشاطات الآن في لبنان خاصة في فترة الصيف الموسم ما زال موجود أو متوقع نحنا نسعى دائما أنه نكون عم نشتغل دائما منجرب نحنا نخلق هذه الأجواء بيجعب إليك بالرياضة أنت متطوع أنت عم توهب وقتك وحياتك مش صار موضوع عمل فدايما كلما بادرد كلما في ناس بيحبوا هذه الأجواء خلقة هذه الجو المناسب كلما طبعا بتلاقي نشاطات وطبعا بتلاقي أشخاص بيحبوا يكونوا موجودين بهالمجال طيب شنية رسالة اللي توصلها أعتقد الرسالة أكيد وصلت لعدد كبير من المشاهدات ولكن ما الرسالة اللي تحب توجهها إلى كل فتاة عربية تشاهدك اليوم قد يكون عندها نفس الشغف قد يكون عندها نفس الشيء ولكن تحسوا أنه صعيب أنه توصلوا أنه فرصة أنه تتوجه له برسالة أعتقد أنه لما لكلنا قادرين أن يكونوا زي نبونا أنا برأيه هو حاجز أنت بتكسره دايما نحن ترددنا خوفنا أنه رأي الآخر فبرأيه الأساس هو رأيك أنت فكرك أنت وين حابب توصل ومجرد ما خطيط الخطوة الأولى كل الأسباب حواليك كل الظروف بتساعدك أكيد فيها رأيه بتقطع فيها ولكن طالما بشارت أنت بدك تدلك عندها هذا الجرأة والشغل في الحب للموضوع بالاستمرارية فرأيك أنت أرارك أنت شخصك أنت وحلمك أنت بس ما أكتر نحن إن شاء الله قررنا بشنا بعثولك كل زميلاتنا في العرب يتدربوا عندكم نحن بحاجة إلى عندهم قوة بصراح أنا نعرف أنه عندهم قوة ولكن خلجة ربوها في الرياضة مش في العمل الشيق معناه والتعب اللي يقوموا بتحية إلى كل السيدات في كل المجالات وزين بشكرا أنا راح فضورك اليوم استمتعنا بلقاء معاك نتمنى لكل التوفيق إن شاء الله في مسيرتك مهنية رياضية تدريبية لكل معناه إن شاء الله وأكيد نلقاوك ضيفة معنا في كل مناسبة نحن ديما نفرحوا بوجودكم نسائنا العربية اللي تنجحوا في كل المجالات شكرا مرة أخرى على حضورك ترجمة نانسي قنقر